يقولون عنه أنه صاحب النقلة السياسية لتحول الإصلاح من جماعة إلى حزب ويقولون عنه أنه ثاني اثنين نقلوا الحركة السياسية الحديثة إلى أفق وطني جامع من خلال إنجاز كتلة سياسية تاريخية عرفت باللقاء المشترك جار الله عمر تحت تراب البلاد ومحمد قحطان خلف القطبان محمد قحطان أو قحطان من أينما قرأت اسمه ستجد له حضوره السياسي لدى كافة الأطراف السياسية باستثناء أطراف الانقلاب وبات بالنسبة لليمنيين قضية رأي عام حاضرة وبارزة تتجدد مع تجدد ذكر اختطافه ثلاث سنوات مضت على اختطاف وإخفاء السياسي الذي يعد من أبرز وجوه العملية السياسية المنبثقة عن ثورة فبراير دون معلومات تذكر عنه وعن رفاقه العسكريين محمود الصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب وبحسب متابعين يخشى السجان قحطان كونه أحد المعبرين عن الحركة الوطنية التي تعمل ليكون الحكم للشعب من خلال جمهورية اتحادية ديمقراطية تنقل المجتمع اليمنى من قانون القوة إلى قوة القانون بالمقابل مثل اختطافه اختطافا لمضامين كثيرة من بينها الحياة السياسية والتوازن الوطني وفكرة التغيير بناء على رؤية حكم لا مركزي قائم على مسلك التوزيع العادل للسلطة والثروة ومساواة قانونية لا تكون بديلا للمساواة الاجتماعية لكنها مقدمة لها ملف المخفيين قسرا ومن بينه قحطان لا يعد حاضرا كما ينبغي في أجندة الشرعية التي هي الأخرى لا تضع هذا الملف بعين الاعتبار في المفاوضات واللقاءات بالجهات الدولية بما فيها لقاءاتها مع المبعوث الأممي والدوائر العالمية ذات الصلة بالشأن اليمني وبحسب عدنان العديني حتى ومحمد قحطان مختطف إلا أنه قادر على بث الروح الوطنية في نفوس الجميع بمختلف توجهاتهم في ذكر اختطافه حضرت اليمن كلها وهذا أمر قل نظيره في زمن الشتات واختفاء القادة الذين يتمتعون بشعبية واسعة